تجمهروا وهتفوا بأعلى أصواتهم وطالبوا بحقوقهم المكتسبة في حصولهم على تأمين صحي يضمن لهم ولأسرهم الرعاية الصحية المناسبة بعد سنوات من العمل في شركة مناجم الفوسفات الأردنية متقاعدوا الشركة يقولون إن إدارتها اتخذت مجموعة من القرارات تقلص من حقوقهم في التأمين الصحي التأمين الصحي يجب أن يعدل نقاط التأمين الصحي يجب أن تعدل الدستور قاعد بتعدل فإحنا بنطالب من هذا المنبر الإعلامي الحر من عشر أيام كتبنا مذكرة للإدارة بالجلوس على طاولة المفاوضات أعطونا عرض الحائط ما ردوا علينا تأميننا الصحي خط أحمر اعتسام 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 حتى يرجع تأميننا الصحي والأهم تغيير عضونا في لجلة التأمين الصحي سيد خالي الشريم الله يعطي العافية كفة ووفة أيضا الفاتورة الاشتراك التأمين الصحي لما بعد التقاعد نحن قد دفعناه أصلا من خلال عشان وجودنا على رأس الشركة من غاية تكرار النظام حتى نهاية اللي هو بداية تقاعدنا الآن يطالبون الآن بالاشتراك السنة ويرفع بنسبة 110% كما أسلف بعض الزملاء الحديث الدائر بين المتقاعدين لا يختلفوا من شخص إلى آخر فهم يؤكدون أنهم يدفعون نسبا عالية لتأمينهم الصحي وأن بعض الأطباء قاموا بإرغاء التعاقد مع الشركة لصعوبة التعامل معها الآن أصبح مضايقات على الموافقات واحد يدخل زوجته أو يدخل مستشفى أصبح عليه ينتظر الموافقة من شركة الفوسفات بتأخروا فيها صرت تروح لبعض المستشفيات الشاطئ باعتمادهم تروح على بعض الأطباء الاختصاص في العاصمة هنا في عمان في الكركة وفي الطفيلة وفي معان وفي الزرقة ما في دكاترة بحجم الدكاترة والخدمات الصحية الموجودة في العاصمة لما أروح على الصيدلية بتعامل مع الفوسفات يقول لي هيك الثاني بتعامل مع الفوسفات الثالث بتروح عليه أنا مبارح روحة على دكتور دفعت 160 دينار أنا عندي عدم المؤاخذة يعني البروستات متضخم فبدي أعمل ألتر ساون بدي أخذ علات رين 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 ما حدا بجو هذه الناس كلها أمراض كلها علل موافقة التأمين الصحي اليوم بدها ثلاثة أيام حتى تراجع مستشفى الصيدليات كان شعار الفوسفات بس يشوف الطبيب والصيدلية يحبه على رأسه أحكي لك شغلة لما تروح تتجوز وتروح على صاحب أتات وشوف شعار الفوسفات كان يعطيك بدون كفيل الآن بتقول أنا مريض بدي أسوي عملي ما بفوتك الدكتور الشركة وفي معرض تعليقها على الاعتصام قالت إنها مستمرة بتغطية متقاعد الشركة وعائلاتهم بالتأمين الصحي دون أي انقطاع وأن مجلس الإدارة قرر أن تتم عملية تغطية التأمين الصحي للمتقاعدين وعائلاتهم من خلال صندوق التأمين الصحي لموظفي الشركة وعائلاتهم وحسب الأنظمة ذات الصلة وذلك بعد انتهاء عقد التأمين الصحي الخارجي وعدم رغبة الشركة التي أحيل عليها العطاء الالتزام بتنفيذه وفق قرار الإحعلة في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة جدية سعيها على إشراك كافة المواطنين في التأمين الصحي نجد هنا العشرات من متقاعدين شركة مناجم الفوسفات الأردنية يعتصمون احتجاجا على بعض القرارات التي اتخذتها إدارة الشركة بعملية منعهم من الحصول على تأمينهم الصحي كما كان سابقا وتضييق الخناق عليهم نتيجة بروتوكولات وضعتها أسامة بليبلي الحقيقة الدولية عمان